موسيقى كلاج بالسبالخ والجبن المزوريلا واللحمة المبخرة أتمنى ان تنال أعجابكم فأول شي بدأت وضعت هنا لحمة الخروف المقطعة وضعت بصل وجزر وشوية بقدونس وبخرت بالملح والفلفل وضعت هنا في المية والأغار وعطقرفة وضعت وضعت ثلاث حبات ثلاث حبات تغطيهم مثل ثم هناك طريقة ثانية لكي تسويه بسهولة لأن هناك طريقة يأتي بطلع البخار من الأطراف تجيبوا أطعة قماش مثل هذه ويتملوها في الماء ويتمتلوها في الماء ويتمتلسكر المسامات هكذا البخار لا يخرج من الطنجرة فتسويه بسرعة هكذا حكمنا القفر سكننا كل شيء لكي يطلع البخار من أي جهة فتسويه أسرع أنا جربتها مرة جربتها فيها ومرة جربتها من غيرها من غيرها تطول ما تسوي وبتيبس وبتنشف وإذا اخترت رحمة الخروف لديها أبيض فتسويه بسهولة ويتمتلسك وهذا الوصف الأولى بعد ذلك لدينا اللحمة تسوي سأقوم بجمالة الخضار لدينا خضار بطاطا وجزر بصل بصل تومة ملح وفلفل تحميره كمون خرقوم سكينجبير أعشاب مركهة أول شيء حطيت الطنجرة على الزيت زيت الزيتون زيت الزيت صحي أكثر من المزولة حاول أن يقلل من استعمالاته صحي تماما زيت زيت الزيت الزيت مجد مباشرة لنصبع الفقر شمال بعضة بصل ثومة و تحضير الكوناع اضافة يجب أن تكون مقلبة على مياه يجب أن تكون مقلبة ثم نضيف مياه ثم نضيف مياه و تركيها تستوي لا تقضي و تركيها تستوي ثم نضيف مياه الغلي سوف نضيف مياه سلاطة الشمندر يجب أن تأشره و تقطع مكعبات يجب أن تسوي أسرع لكن إذا أضيفه من غنة وقشره و يجب أن تطويله تجب البصل و ثم نضيف ملون بعد أن عند التقديم بتحطوا مالح وفلفل وليمود وهي صلطة الشماندر كلها صحية وكلها فوقت غزائية ترقبوا النتيجة النهائية في الجزء الثالث